لا أحد في العراق بإمكانه أن يسلم من شريعة الغابة التي تتجسد واقعاً في هذا البلد فالفوضة السياسية وضياء الحقوق يضغى على الواقع الذي يعيشه العراقيون لا سيما الأقليات التي لا تمتلك نفوذ أو قوة تحميها من الوحوش الكاسر التي تملأ البلاد اليوم بارتريك الطائفة الكردانية في العراق والعالم مارلويس رفايل ساكو أكد أن 23 ألف عقار ودار سكنية تابعة لمسيحيين تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيات العراق سجل بعد عام 2003 أسوأ موجة نزوح وهجرة جماعية للمكون المسيحي ما منح الجهات الحزبية والمتنفذة والميليشيات الفرصة للسيطرة على أملاك المسيحيين وبيع أغلبها لكن الاستحواذ على أملاك المسيحيين لم تقتصر على عمليات التهجير والسيطرة بالقوة بل شملت أيضاً عمليات تزوير اشتركت بها أطراف متعددة وفي هذا الصدد قال الناشط المدني آدم لويس كورغيس إن أكثر من 1450 عقاراً تابعاً لمسيحيين تم الاستيلاء عليها من جهات متنفذة بمساعدة موظفين فاسدين في دوار التسجيل العقاري بينما ذكر مصدر رفيع في البطرياركية الكلدانية ببغداد أن هناك أربعين قضية استيلاء على ملكية مسيحيين رفعها أصحابها إلى الكنيسة من أجل متابعتها مع المسؤولين حصة محافظة نينوى من جرائم الاستيلاء على منازل المسيحيين كانت الأعلى خلال الفترة الماضية حيث أكد مسؤول محلي في المحافظة اكتشاف أكثر من 350 عقاراً حاولت جهات تحويلها لأسماء جديدة وهي تابعة للمكون المسيحي وأن نحو 100 عقار تم تحويلها لأشخاص بأسماء مزورة وهناك عشرات الأملاك في مدن أخرى جرى الاستيلاء عليها من جهات متنفذة ولم تتم إعادتها لأصحابها عمليات الاستحواذ على أملاك المسيحيين تنفذها جهات سياسية دائماً ما تصف بالمتنفذة وأحياناً بعلم الحكومة أما الإجراءات القضائية فهي خجولة لا ترقى إلى مستوى الجريمة